جهود كبيرة بذرتها الزولة خلال السنوات التسع الماضية لدعم قطاع الصناعة حيث اهتمت بالسير وفق خطة تنمية وإصلاح اقتصادي مرنة ومتعددة الأبعاد عملت على احتواء التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري قبل عام 2014 والتخطيط لإجراء إصلاح شامل ومستدامة تعهدت أو تعددت جهود الدولة في هذا الشأن حيث تم احداث التطور فيما يتعلق بالنظام وتخصيص الأراضي الصناعية شامل اطلاق الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والتي يتم من خلالها تخصيص الأراضي الصناعية كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تتولى تخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار التراخيص التشغيل في إطار رؤية الدولة للوصول إلى صناعة وطنية قوية مستدامة طبقا للاشتراطات العالمية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي ترتكز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة وذلك من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمية كما تستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف الأساسية بحلول العام المالي 2026-2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الأجمالي إلى 20% والوصول إلى معدل نمو لصدرات تراوح بين 18% إلى 25% سنويا ارتفع أيضا عدد المناطق الصناعية المطروحة من 121 منطقة عام 2014 إلى 147 منطقة صناعية حتى عام 2022 حرصت الدولة على طرح عدد من تلك المناطق بالشراكة مع المطورين الصناعيين من القطاع الخاص بجانب المناطق الصناعية تم إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه وإجمال وحدات صناعية تزيد على 5000 وحدة صناعية بما يوفر ما يقرب من 48 ألف فرصة عمل وإلى جانب تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والمواد الوطنية ساعة الدولة إلى دفع تعاون الدولي مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في سبيل دعم أجندة التنمية الوطنية وفق محددات وضوابط تقوم على تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائية وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال شهدت رحلة التسعة ثنوات الماضية تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بين مصر وشركاء التنمية تصل إلى 352 مشروعا بقيمة 22 مليار و700 مليون دولار في عدد من الوحاور أبرزها الاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي وتعزيز الانتاجية والتوظيف والاستثمار في البنية التحتية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد المستدام تكللت تلك الجهود بارتفاع معدل نمو صادرات بنحو 61.13% وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 83.5% فيما حقق الناتج الصناعي نموا ملحوظا حيث وصل إلى 250% كما ارتفع معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 100% مشاهدين الكرام كان هذا عرضا مجازا لجهود الدولة في دعم قطاع الصناع على مدار السنوات التاسع الماضية شكرا لكم على طيب المتابعة وأتحول إلى زملاء في الاستوديو حور وسمر شكرا لكم شكرا لك دارينا ترجمة نانسي قنقر